أما الآن ينظم إلينا عبر الأقمار الصناعية من بغداد العاصمة الكاتب والمحلل السياسي الدكتور طالب محمد دكتور طالب يعني المساءل اليوم أمام المحتاجين البرلمان كذلك الحكومة وكلهما هناك فقدال ثقة بهما كيف لهما أن يعمل أي البرلمان كذلك الحكومة على تصحيح مصار الدولة بغياب الطرف السائل أي المحتاجين شكرا لك سيدة الكريمة يعني يقينا أن هذه المطالب هي مطالب شعبية واسعة جدا ربما أستطيع أن أقول أنها تمثل عموم الشعب العراقي بمختلف تنوعاتها الإقليمية والقليات والإثنية والعرقية وبالتالي مبادئها عامة وواضحة جدا لكن تجابه طبعا هذه المطالب ربما بحلول ربما يسمى ترقيعية أو جزئية وبالتالي هل يمكن أنه ترضي هذه المطالب التي خرجت من عند الملايين ولا زالت موجودة في شوارع العراق طبعا واقع الحالي يقول غير ذلك وبالتالي أزمة الثقة يوما بعد يوم ربما تتزايد وربما تعمق وتفصل ما بين الجماهير وما بين السلطة التشريعية والتنفيذية وبالتالي ربما هذه الأمور تتفاقم وتتزايد وربما حتى المطالب شكلها يتغير ولا نعرف ولا أحد يستطيع أن يحكم على مضاعفات هذه التظاهرات والمطالب في المستقبل وبالتالي طبعا ربما يطرح السؤال الكلاسيكي اللي دائما نطرحه أو طرحه منذ فترة طويلة كيف يكون الحال؟ الحال هو دستور عراقي وهذا الدستور وينظم الحياة الاجتماعية والسياسية ما بين الشعب العراقي وما بين هذه المؤسسات هذا الوعي والإدراك في ضوء ما صدر من إجراءات حتى هذه اللحظة تلك المتعلقة بمجمل الإجراءات المتخذة سواء في التعامل مع المتظاهرين أو التي تخذت تحت القبة أو حتى في مجلس الغزراء هل يبدو بأن هذا الوعي حاضر لدى الطبقة السياسية بأن التغيير لابد أن يبدأ من رأس الهرم من الدستور خاصة أننا نتحدث عن أنصاف حلول نصف تنفيل فيما يتعلق نصف تنفيل شعبي فيما يتعلق بقانون الانتخابات الأخير نصف تعديل فيما يتعلق بالكابينة الوزارية لماذا على الشارع بالتالي أن يقبل بأنصاف بينما بإمكانه أن يحصل على الكل؟ يعني هو دائما الحلول التي تقدم هي مرتبكة منذ اللحظة الأولى أنا أعتقد طبعا مجمل الكتل السياسية ربما كانت تتوقع عن تظهر تظاهرات يعني في شهر تموز أو آب نتيجة للسنوات التي تعودنا عليها وسبب نقص الخدمات وتحديدا الطاقة الكهربائية لكن أنا أعتقد اليوم خلال شهر أكتوبر تفاجأ الجميع بأنه نوعية التظاهرات ومساحتها وحجمها ربما كان خارج المتوقع وبالتالي طبعا هذه الأمور أربكت العملية السياسية باعتبار أنه إذا أردنا أن نصحح المسار العملية السياسية من أين نبدأ وكل جواب يمكن أن يأخذنا طبعا إلى اتجاه ربما يعقد المشهد السياسي لماذا؟ لأنه طبعا المطالب هي بحجم 16 سنة من التراكمات تراكمات الفشل والتخبط والأداء ربما الضعيف من هذه الجهات وبالتالي اليوم خرج الشارع أنه يريد حل حلة هذه الأمور من الجذور لكن أنه دائما الحلول هي تأتي جزئية حتى قانون الانتخابات هي قانون ربما سيتعقد قريبا بسبب أن هناك مواد دستورية قد تتعارض معها دكتور طالب هل يبدو من مجمل ما يجرى؟ ناهيكي عن هذا الجدل الذي هو أساسا محتتم أنه هل هذا القانون أو غيره يمكن أن يفيد الشعب العراقي أو يحل المأسف وبالتالي حتى هذا الموضوع أيضا يأخذنا إلى أمر آخر مفائدة قانون انتخابات والوضع هو كما هو عليه وموجود يعني بمعنى أنه لا بد الجماهير تطالب بأنه قالت الحكومة وحل البرلمان من خلال مادة 64 فهما يمكن وحزن الحكومة تركيز شكرا